ما معنى اسم كوثر؟ لكل اسم معنى ولكل اسم قصة منها القصص الطريفة والتي نطرب لسماعها ومنها الغريب ومنها من يتبع ثقافة وحضارة الشعوب ومنها ما هو مرتبط بفعله أو حدث تاريخي بالفعل الحسن أو مقروم بالفعل السيء فأصل ومعاني الأسماء دائما ما وراءه الكثير وفي الدين الإسلامي حث الدين على اختيار الأسماء الحسن الطيبة وتجنبهم للأسماء غير السوية وهناك من الأسماء ما ورد ذكره في القرآن الكريم كاسم جنة بتعطيش الجيم في قوله تعالى وجن الجنتين دان وهناك اسم كوثر وقد ذكر في القرآن في صورة باسمه وإليكم معناه وأصل ذكره هو اسم مؤنث عربي معناه الخير الكثير والمال الوفير كوثر معناه الخير الكثير والمال الوفير والكثير من كل شيء يقصد به الرجل السخي كثير العطاء ويقال في الغبار الكثيف المتراكم ويقال في الشراب العذب وفي القرآن الكريم صورة الكوثر بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر الكوثر نعمة عظيمة من الله عز وجل لعباده المؤمنين فافتتح به صورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر تنبيهم بنعم الله على عباده وعلى نبيه الكريم وبشرى له لأمته من بعده ويقال الكوثر هو أحد ألقاب السيدة فاطمة الزهراء ولا يوجد دليل على ذلك في كتب التفسير فالمعنى في كتب التفسير نهر بالجنة يصب في الحوض الذي يسقي منه النبي عبادها عباد الله المؤمنين شربة لا يضمأ بعدها أبدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة في رحلة الإسرائي والمعراج إذ عرد لي نهر حافته قباب اللؤلئ قلت للملك ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاكم الله قال ثم ضرب بيده إلى طينة فاستخرج مسكن ثم رفعت لي سدرة المنتهي فرأيت عندها نورا عظيم وفي وصفه صلى الله عليه وسلم أنه من عدن إلى عمان البلقاء ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل أكاويبه عدد النجوم يشرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا وأول وارديه فقراء المهاجرين شعت الرأس دنس الثياب الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأذو ذن رجالا عن حوضي كما تذاذ الغريبة من الإبل عن الحوض الراوي أبو هريرة والمحدث هو البخاري المصدر هو صحيح البخاري وقد ورد في الإحاديث الشريفة من وصف نهر الكوثر أنه يجعل المؤمنة في اشتياق إلى ورود ذلك النهر للارتواء منه والاطلاع من عينه فالاسم كوثر يحمل من الرقة والعذوب والخير في معناه الذي أوردناه حوض رسولنا الكريم أروينا منه شربة لا نضمأ بعدها أبدا ترجمة نانسي قنقر